أخذ مدخلة مهمة جداً اسمح لي هارجي على نفس النقطة دي مبارح لقطة وعلى الرغم من كل لقطات الكاميرات اللي سرقتها مع متابعين أو مشجعين أو جزء من جماهين نادي الأهلي جوه الملعب كانت كلها بتقول رسال مهمة أو كلها كانت لقطات مهمة بالنسبة لنا جداً وإحنا شايفين جماهين نادي الأهلي بتعبر عن مشاعرها وعن حبها لنادي الأهلي لكن في لقطة أنا أعتقد أنه كل أجمع لأنها لقطة المباراة لقطة خطفت الأبو القلوب كده الحقيقة ويمكن اختيار جريدة الأخبار برايل لللقطة دي وللشخص ده عشان تطلق عليه رجل المباراة أعتقد كانت في الجول بجد الشيخ والقارق أحمد إبراهيم طبعاً دي صورة الغلاف غلاف جريدة الأخبار برايل منوف داماتش للشيخ أحمد إبراهيم اللي ظهر مبارح وخطف قلوب كل الأهلوية وهم بيتابعوا المباراة الشيخ أحمد إبراهيم كابتن أشرف معنا على التليفون خلينا نرحب بيون قل له مبروك طبعاً أكيد واحد من الجماهير اللي فرحة تنبارح بتتويج جديد للنادي الأهلي يا شيخ أحمد أهلاً وسهلاً بيك معنا في السادسة يا مرحب أستاذ أحمد يا نسهلاً أهلاً أهلاً أشرف ألف ألف مبروك يعملين يعني على قد ما الناس كاتتمركزها قوي في المطش وكاتتمركزها قوي في الملعب وكاتتمركزها قوي أنها تأخذ لقب وبطولة جديدة لكن ظهورك في الكدر وظهورك على الشاشات خطف قلوب كل الأهلوية يا شيخ أحمد صحيح حبيبي إحنا طبعاً يعني إحنا المحظوظين بتشجيع الأهلي طبعاً لبرد كنت أنا كنت مركز في المطش والله أكتر من اللقدة يعني حتى طبعاً يعني أنا حتى بقاتي في وقتها الموضوع كله والناس عادت تتصلوا كده لكن والله يعني ما كانش فيه أي استعداد خالص من لوحد يبص على أي حاجة غير إن إحنا نركز يعني نكون في المطش ده يعني وطبعاً يعني اللي حصل ده كله طبعاً إنت عشان بتشجع الأهلي فلازم يحصل معك أيو إنت طلعت ترند على طول طلعت ترند على طول مع يعني مع المباراة يعني آه بالظبط قول لي بقى ده يعني ده يعني من تشجيع الأهلي طبعاً طيب قول لي الأول إحساسكم كان إيه قبل المباراة وليه فكرت تحضر المباراة من الأستاذ والله أنا هو إحنا دايماً وصلين في العيباتنا يعني أولاً أيو بس كان فيه شوية خوف من الأستاذ ده بزداد يعني في المطشين الأخدام بس سبحان الله يعني يعني كان عندي شوية تردد وبعدين خلاص قررت أن أنا أروح يعني آه آه لكن إحنا دايماً ما شاء الله اللي عبيتنا رجالة يعني ده 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 أنت متعود أنت متعود تحضر مطشات الأهلي برا أنا عرف أنك إنت أساساً يعني مكان سكنك في دبي مش في أبو ظابي تسافرت وورا أو تحركت يعني من حضرت المطش ده قبل وحضرت سوبر العين اللي فاتنا على طول وحضرت ع ذلك بالنفس السادة كمان زي المرض اللي فاتنا أي فرصة أي فرصة بتحضر في تحضرسي أي فرصة بتكون متاحة طبعاً وقل لي أخبار ردود الأفعال إيه عندك في الإمارات في أبو ظابي كانت أو دبي بعد فوز الأهلي والتتويج أولا يعني طبعا ما يفوتناش في الوقت ده نحن مشكر دارة الإمارات على الاستضافة الجميلة والأجواء بصراحة يعني بتكون مهيئة لأي حد أنه يحضر يعني سوى دول حبام أو أي حد يعني بتكون الأمور صحية جدا وليك مكانك الخاص ومكانتك كل شيء يعني ما شاء الله فهم وطبعا الأهلي مكتبوا عيد في أي مكان أيوة كيك عرفت أنهم اختاروك رجل المبارف في جريدة الأخبار أو صحية الأخبار برايل عرفت ولو كان في ضرب الجزاء ثاني كنت ممكن أجيبها من النور شيخ أحمد وأنا سعيد جدا الحياة أنك بتتابع بالشكل ده يعني ببريك لك طبعا واحد من جمهور النادي الأهلي العظيم اللي متابع في كل مكان عايز أسألك بس أنت رأيك في النادي الأهلي في الفترة الأخيرة إيه؟ لا بصراحة ما شاء الله الموضوع في تقدم كبير وكل مصر أحسن من اللي قابله والحمد لله الإصابات يعني بيتقلت الحمد لله وطول ما إحنا عندنا أحسن لعبة في مصر صحيح وفي أفريقيا وفي الوطن العربي كمان بيكون متوقف على التوقيع صحيح احتفلت إزاي ومع مين يا شيخ أحمد؟ ولكن معي صاحب لي في الأستاذ يعني الشيخ أشرف عندما يحفظه يعني ده يعني بيكون مرافق لي دائما في المشاطة اللي زي لكده يعني الحمد لله الحب نحتفل الموضوع مع الأهلي دائما في احتفالات الحمد لله لو تحب تقول أنت عارف أنا لسه كنت أتكلم مع كابتن أشرف في موضوع خلينا أخذ رأيك فيه برضو إحنا الحمد لله لغاية دلوقتي الموسم ده العلامة الكاملة لكن الحقيقة العلامة الكاملة دي بتحط قدام الأهلي وجماهيره وبالذات الجماهير هدف كبير جدا لو أعتقد أنه ممكن يكون لأول مرة في التاريخ فكرة السباعية الأهلي لو فاز السنة دي بكل الألقاب والبطولات يصل رصيده في موسم واحد لسبع ألقاب حانا منهم تلاتة فضل عندنا الدوري والكاس ودوري أبطال أفريقيا وبإذن الله السوبر الأفريقي وبالتالي نصل لسبع ألقاب انت ما تحسبش الدوري بقى خلاص الدوري إن شاء الله إن شاء الله لغاية لما يحسم على الورقة والألم يبقى اللقب ساعتها بتاعنا يا شيخ أحمد إن شاء الله إن شاء الله وأفريقيا والله في المتناول إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تحب تقول إيه لعيبة نادي الأهلي قدرت نادي الأهلي يا شيخ أحمد والله أولا نحن لازم نشكر الكابتن المحور الخطيب يعني على دعم تباين للنادي وسبحان الله يعني كل ما يعني تشتد عليه الإساءات ربنا يكرمه البطولات وطبعا المجلس كله طبعا بريك المجلس كله ناس مترطة وأعضاء قرمين وناس بتأكدر بتأكدر النادي وتأكدر جمهوره وكده كذلك طبعا اللعيبة كلهم يعني حبايبنا وإخواتنا وربنا يوفقهم يبقى العلم من الإصابات وكلهم على أخلاق عالية يعني ما شاء الله يعني دايما دايما حتى بالذات لما يكونوا في دبي لازم نروحوا منذرهم ونسلم عليه ونسف يعني متواضعة ونسف محترمة والناس تليه بالنادي يعني أنا تشرفت جدا بالمدخرة دي وسعيد جدا أنا أسمع صوتك وهكون أسعد وأسعد لو شوفناك إن شاء الله في مطشاط الأهلي المرة جاية إن شاء الله بإذن الله نكون حاضرين فألقابوا بطولات جديدة وتكون حاضر في الملعب يا شيخ أحمد إن شاء الله إن شاء الله وانتظروا بس محمد أحمد ابني إن شاء الله هنقدم لكم العيد كبير بس يلا يلا وإحنا مستنين أسعد أسعدتنا يا شيخ أحمد إبراهيم طبعا نجمه لقطة مباراة مبارح كنا سعداء بسماع صوتك معنا في السادسة ترجمة نانسي قنقر